السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مسكت في المركز السامن بدون نقاط بأهلاء في المركز التاسع بدون نقاط الاتحاد في المركز العاشر بدون نقاط المصندع في المركز الحادة عشر بدون نقاط زفار في المركز الثاني عشر بـ-3 او-6 اعتقد اه وها النهضة في مركز الثالث عشر بمايناز ستة وها السحم في مركز الثالث عشر ايضا بمايناز ستة غالبا دول ما حضروشه المباريات خلنا وضح لك موضوع الخصم ده الى اللي حصل فيه نادي زفار والنهضة والسحم الثلاث اندي دول اتخصم منهم ست نقاط قبل بداية الموسم الجديد وده بسبب انهم مانهوش بعد الترخيص فاتخصم من زفار والنهضة وصحم كل واحد منهم ست نقاط ولكن زفار ادري يفوز اليوم او او امس يعني حسب ما لعب في الجولة الاولى يعني وفاز وتخصم منه كده ثلاث نقاط فقط يعني ايه ماينس ستة بلاس ري بقى ماينس ري تمام كده فهمت قصدي بقى معاه ماينس ثلاثة دلوقتي لحد ما نشوف الجولات بعد كده هتعمل فيها ايه خلنا نشوف كده فيه ترتيب هدفين ولا ايه تمام خلنا نقول ان ده مش ترتيب الهدفين ده كده بعض الهدفين اللي سجلوا الهدف في الجولة الاولى بعضهم مش كله عبدالعزيز المقبالي لعب السيب علي البسعيدي لعب السيب عبدالله فواز لعب زفار وحارب السعد لعب زفار وعبدالله فواز اقولنا عبدالله اه ومحمد الجعفر لعب الروستوك بقى الهدفين هجيبهم بعد انتهاء الجولة التانية ان شاء الله كان معكم محمد نور الدين من قناة من اخر خلاصة اشترك في القناة فعل زر الجرس اذا عملك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته